أهلا وسهلا ومرحبا بكم معكم الأستاذ زكيا الشعلة في دورة القدرات تأسيس واحتراف إن شاء الله نرسلك الملزمة إلى المجموعة معكم الأستاذ زكيا الشعلة بإشراف الأستاذ ليلة السلطان الآن في هذا القسم نأخذ لفظي ونتعرف على الخفايا والأسرار في اللفظ طبعا نعرف بأن القسم اللفظي وهو عبارة عن خمس أقسام في الاختبار الورقي يجيب منكم مسألة في الاختبار الورقي في الاختبار الورقي بنسبة 68% ولكن الدرجة تحسب 50% 50% اللفظي له خمس أقسام ما هي الخمس الأقسام القسم الأول وهو التناظر اللفظي بنعرف ما معنى التناظر اللفظي وعدنا القسم الثاني إكمال الجمل والقسم الثالث استيعاب المقروء والقسم الرابع الخطأ السياقي والارتباط والاختلاف وهو القسم الخامس الآن أضافوا أشياء جديدة مثل إيش يجيب لك مثل وهذا المثل يقول فيما يضرب هذا المثل الآن مثل وهو للاستيعاب المقروء مثل يقول المثل ما هو المثل المناسب لمن يعجب بما يخصه رجع بخفي حني حني أو رجع بخفي حني أو رب حال أمضحها بالمقال أو أحرص من نملة يعني بعض المثال أمثلة أو كل فتاة بأبيها معجبة الآن بماذا يضرب هذا المثل سبق السيف العدل يعني فيما ذا وهكذا يعطيني أحيانا ممكن بعض الأمثلة ويقول لنا هذا المثال الشعبي أو هذا المثال بماذا يضرب لازم إحنا نكتشف بماذا يضرب نعرف أن الجزء الكمي هو عبارة عن نوعين اختياري ومقارنات أيضا مقارنة ما بين قيمتين يلا ناخد التناظر اللفظي كيف نعرف التناظر اللفظي التناظر اللفظي عبارة عن كلمتين لهما نفس العلاقة لهما نكتشف نوع العلاقة حاجتين ضروري لتفتوا هذه اللي باللون الأحمر لازم أعرف نوع العلاقة ولازم أعرف الترتيب في الاتجاه ضروري زين يا هداية لابد أعرف نوع العلاقة وأعرف الترتيب في الاتجاه يعني يا الاتجاه من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين لازم أعرف ما نوع العلاقة هل الكل في الجزء هل سببه نتيجة وهكذا لابد أتعرف على نوع العلاقة وأعرف الترتيب في الاتجاه هل الاتجاه صايرة من اليمين إلى اليسار أو الاتجاه من اليسار إلى اليمين عرفت يا حسن فندي حسن نجيدي إذن لازم أعرف الجهتين لازم أعرف العنصرين الأساسية نوع العلاقة والترتيب في الاتجاه واضح يا فارس زين طبعا في الاختبار يجي لكم عدد الأسئلة أنت ما تحتاجوها هنا في اختبار جميل بسيط أيضا ممكن أختبر نفسي أقول كما أن فإن ممكن أتعامل مع هذه العبارة أحط الجملة هذه كما أن المعلم في المدرسة أن الطبيب أيضا في المستشفى وهكذا نأخذ الآن تدريب الآن ونعمل أيضا الحين طريقة أو مسابقة نشوف بين الأولاد والبنات من اللي يفوز باخذ هذا التدريب الآن بحل معكم وبعدين في العشرة الأسئلة نشوف التحدي حمل ولادة الحمل والولادة نلاحظ ما هي العلاقة بين الحمل والولادة نلاحظ أن الحمل نهايته ولادة صح؟ من بعد الحمل يكون ولادة من بعد الحمل يكون ولادة إذن ما هي الإجابة؟ ماذا تعتقنون؟ ما هي الإجابة؟ هل من بعد المشروع مهندس؟ لا لا ما تجي هل من بعد الشباب يجي طفولة؟ لا ما يجي هل من بعد الصرح يأتي بنا؟ لا هل من بعد السير يكون الوقوف؟ نعم إذن تكون الإجابة فقرة مين؟ الإجابة فقرة هلف رائع جميل جميل إذن سير وقوف هلف رائع جميل 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 يلا ما هي العلاقة بين الحادثة والرواية نقول بأن لا رواية بدون حادثة ما يصير رواية بدون حادثة إذن أروح أختار أختار هل هي ذكي وسادج دولة المتعاكسين شجاع وجبان لا لا إذن لا يكون حرب إلا بماذا إلا بخطة إذن هنا العلاقة أن لا حرب بدون خطة ولا رواية بدون حادثة تكون إذن الإجابة فقرة مين فقرة إله واضح اكتشفنا العلاقة عرفنا الاتجاه إذن نختار الإجابة الصحيحة إذن ما أنواع العلاقات أنواع العلاقات كثيرة من ضمنها غابة من ضمنها طبعا علاقة متانية علاقة تباد علاقة زمانية مثل نوم وليل علاقة كلب أجزاء مثل يوم وساعة علاقة جزء وكل علاقة قلب مكاني للحروف مثلا حسم ومسح يعني قلب الحروف كامل حسم ومسح علاقة الشيء وما يحتاجه مثل سفرة وتذكرة علاقة آلة وما تستخدم مثل منشار وخشب وهكذا هل يتطلب مني حفظ هذه العلاقات لا 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 ما يتطلب وإنما تحتاج إلى فهم أنكم تفهموا العلاقة يلا نبدأ الآن بالمسابقة الأولى في أول يوم منعطي البنات خمسة أسئلة ومنعطي الأولاد خمسة أسئلة ومنشوف الآن الأولاد ما يساعدوا البنات ولا البنات يساعدوا الأولاد ومنشوف الآن في الاختيار السليم كين السؤال عليه درجتين ومنشوف الآن من الشاطر في اللغة العربية يلا الآن هل أنتم مساعدين أهم شي تفهموا تفهموا بأنس يعني طائر واريش يلا السؤال للبنات يلا السؤال للبنات ما هي الإجابة يا بنات لا تعلموا يا أولاد يلا ما لا تعلموا سؤال للبنات طائر واريش ما هي الإجابة البنات قالوا فقرة ألف قالت أي ناس قالوا فقرة ألف وناس قالوا فقرة بي يعني خلاص ألف أمسح بي لو أخليها يعني أخلي مثنتينهم إذا خلتهم مثنتين بتروح عليك من نصف درجة أمسح بي أمسح بي يلا مسحنا بي جميل يلا روح الآن يلا رقم اثنين يلا يا بنات جمل وحقد يلا يا بنات رقم اثنين جمل وحقد ما هي الإجابة بنات يلا البنات ما هي الإجابة ما هي الإجابة ما هي الإجابة جيم قالوا جيم البنات قالوا جيم قالوا جيم جيم خلاص يلا نبدأ نشوف الآن النتيجة نشوف النتيجة نشوف النتيجة يا للأسف البنات خسروا في السؤال الأول الإجابة فقر علف خطأ إذن هنا راحت الإجابة وهي فقر بي قالت لكم إسراء إن الإجابة فقر بي قالت لكم جود الإجابة فقر بي والسؤال الثاني صح إذن البنات حصلوا على درجة من درجتين الآن في فرصة إلى الأولاد ممكن يفوزوا في فرصة إذن درجة من درجتين لأن الأسد مو كل شعر الأسد نصفه فيه شعر بس نصفه والنصف الثاني فيه وبر والنصف الثاني جلد عفوا موجود ليش لأن الأسد بس شعره بس الرأس اللي فيه شعر واضح إذن الحيوان وما يغطيه أما البعير يغطيه كامل الوبر يلا الحين السؤال للأولاد لا تعلموا يا بنات يلا يا أولاد جاوبوا أشوف الآن عينب زبيب يلا يا أولاد يلا يا أولاد عينب زبيب ما هو الجواب قال أو دال جماعة قال أو ألف جماعة قال أو ألف الحين أخليها دال لو ألف أخليها اثنينهم أمسح ألف أمسح ألف أمسح دال دال يلا إيدين نمسح ألف بس دال يلا نروح سؤال الرابع يلا سؤال الرابع طويل وممتد لا تساعدين يا ليان ليان لا جاوبي طويل وممتد ما هي الإجابة قالوا ناس قالوا جيم ناس قالوا ألف ناس قالوا بي ناس قالوا بي يلا الحين يا أخليهم كلهم يتصير لكم نصف درجة يا أمسح أمسح مين نشيل مين أخلي بس بي أخلي بس بي يلا نخلي بس بي إيدين نخلي بس بي يلا نشوف الحين الإجابات نشوف الإجابات يا للعسم هذه الإجابة خاطئة والإجابة فقرة ألف دال صح هنا صح هنا جواد وكريم طويل وممتد ما معنى طويل وممتد الطويل نفس ممتد الطويل نفس ممتد فإذا الجواد والكريم ركزوا يا أولاد ركزوا يا أولاد لازم تشرب الحليب يا أولاد أو تاكل السبان أخي أولاد إذن درجة من كم؟ من اثنين واحد من اثنين إذن ما زال في فرصة للبنات الآن يبوسوا صاروا التعادل الآن صاروا التعادل الآن نشوف تعادل الآن نشوف البنات يلا يا بنات نشوف يا بنات يلا سؤالكم يا بنات السؤال لكم يا بنات يلا سؤال خمسة سؤال خمسة قالوا بي قالوا بي البنات زهرة قالت ألف شوق قالت ألف هداية قالت بي زينب ألف الحين أخليهم اثنينهم أو أخلي واحدة أمسح مين أمسح مين أعطوني أمسح مين أخلي بس ألف يلا نخلي بس ألف يلا تمام يلا رقم ستة الحين سرعة وتهور ما هي الإجابة يلا سرعة وتهور يلا ما هي الإجابة سرعة وتهور يلا يا بنات ما هي الإجابة الإجابة قالوا البنات ألف ألف قالوا البنات ألف ألف خلاص ألف نشوف الحين نشوف النتيجة يسلام عليكم يا عبقريات يسلام عليكم يا شطورات الإجابة جابوها صح الإجابة اثنين من اثنين الإجابة صح يسلام عليكم يا عبقريات يشطورات جميل إذن هنا ما هي العلاقة العلاقة نتيجة وسبب انهيار وزلزال سبب الزلزال أو سبب الانهيار هو الزلزال نتيجة انهيار وسبب الأمواج هو الرياح غضب وزلل هنا تتابع من بعد السرعة يكونوا تهور ومن بعد الغضب يكونوا زلل واضح؟ جميل إذن اثنين أحصلوا البنات على درجتين يلا نشوف التحدي للأولاد الآن نشوف الأولاد يلا يا أولاد وفي أو فيا يلا لا تعلموا يا بناد وفي أو فيا ما هي الإجابة؟ يلا وفي أو فيا ما هي الإجابة؟ قالوا ألف وناس قالوا جيم الآن ألف لوجيم أمسح مين؟ أخلي ألف بس ألف يلا تمام روح يلا سؤال ثمانية يلا سؤال ثمانية الرسول ومحمد يلا ما هي الإجابة؟ الرسول ومحمد يلا ما هي الإجابة؟ قال يوسف دال قال حسين نجيدي ألف علي حمدان قال دال ما هي الإجابة الحين؟ أخلي مين؟ أخلي مين؟ أخلي مين؟ أخلي مين؟ أخلي ألف؟ انخلي ألف Holly يلا نجرب الحين؟ انجرب إنجرب أخلي دال؟ أخلي دال؟ يلا نخلي دال؟ انخلي دال؟ قال يوسف عباس مصر على دال نخلي دال انخلي دال انخلي دال..نشوف؟ يا سلام عليكم انقدل انقد الفريق يوسف عباس في آخر اللحظات انقد الفريق في آخر اللحظات اثنين من اثنين في آخر اللحظات أنقذ الفريح درجتين يا سلام عليكم تحدي يا سلام عليكم جميل جميل ورايع يلا الآن السؤال يلا يا بنات يلا طلعوا شطارتكم يا بنات طباعة وتوزيع ما هي الإجابة نشوف يا بنات طباعة وتوزيع ما هي الإجابة سؤال تسعة إلى البنات وسؤال عشرة للأولاد يلا تسعة للبنات وعشرة للأولاد علشان ننهي المسابقات ونروح إلى جهة ثانية أيضا موضوع ثاني البنات قالوا جيم البنات قالوا جيم يلا أولاد سؤال عشرة سؤال عشرة بأولاد غرفة وباب ما هي الإجابة سؤال عشرة أولاد سؤال عشرة يا أولاد قالوا بي هنا بي قالوا الأولاد قالوا ألف وقالوا بعد إيش قالوا جيم الحين ألف لو بي لو جيم نشوف هذا الحين الفارق هنا أخلي ألف أخلي ألف أخلي بي زهراء لا تجاوبي فردان أخلي بي يلا نخلي بي نخلي بي الحين نشوف نخلي بي ونشوف النتيجة نخلي بي يسلام عليكم يسلام ممتاز يا بنات ممتاز يا أولاد البنات حصلوا على درجة هنا وحصلوا على درجة هنا فإذا صار أن البنات حصلوا على أربعة من خمسة والأولاد حصلوا على أربعة من خمسة إذن صار إذن في التناظر اللفظي تعادل بين الأولاد والبنات جميل جميل خلاص وضحنا كيف وضحت كيف نختار بالتناظر اللفظي جميل الروح إلى إكمال الجميل ما هو إكمال الجميل؟ يعني أي طبعا فرحة جماعية إكمال الجميل يعني معناه أني يعطيني فراغ أو فراغين وأروح أيضا أختار الكلمة المناسبة كيف أختار الفراغ والفراغين؟ يعني مثال يعطيني جملة أروح أشوف الآن الكلمة المناسبة هنا لازم أنتبه يا أولاد يا بنات إلى ماذا أنتبه؟ أنتبه إلى الكلمات الاستدراف مثل على الرغم من لكن بينما على العكس إلا غير أنه ما عدا وهكذا وأيضا ألاحظ كلمات النفي مثل لا لألا لم ولم واضح؟ إذن لازم ندرك أو نفهم هذه الكلمات يلا ناخد السؤال مثال واحد حسن أحد مراكب ما هي الإجابة؟ يلا من الفراغات هذه من الفراغات أنتم عرب هل هذه تعرف الإجابة؟ ما هي الإجابة في هذه المسألة؟ حسن أحد مراكب ما هي الإجابة يا أولاد يا بنات؟ ما هي الإجابة؟ يصير حسن الخلق أحد مراكب النجاح صح؟ حسن الخلق أحد مراكب النجاح يلا مثال اثنين تنسى من يشاركك لكن لا تنسى من يشاركك إذن لازم أعمل الفراغ الفراغ الأول لازم يناسب مع الفراغ الثاني ما هي الإجابة يا أولاد يا بنات؟ ما هي الإجابة في هذه المسألة؟ نعم أحسنتم فقرجين الإجابة فقرجين تنسى من يشاركك الفرح لكن لا تنسى من يشاركك ماذا؟ البكاء جميل حلو يلا سؤال اللي بعده الراعي من الأمور على البيئة ما هي الإجابة؟ الراعي من الأمور على البيئة ما هي الإجابة؟ هنا الراعي إيش يصير؟ الراعي الجائر من أضر الأمور على البيئة إذن الإجابة تكون فقرة مين؟ فقرة ألف صح سؤال اثنين بدأ العامل يعمل بحماس واندفاع أمله أن بمثل ما أنتج أمله ماذا؟ أمله ماذا؟ أمله أن يجازة فتكون الإجابة فقرة مين؟ فقرة جيم أن يجازة جميل يلا رقم ثلاثة ليس الفقر أن من أقوى منك بل أن تنصف من نفسك ما هي الإجابة؟ يلا ما هي الإجابة؟ من الفراغ يعني من الفراغات المفروض تعرفوها يا أولاد يا بنات يلا ليس الفخر أن تقهر صح الإجابة فقرة مين؟ فقرة بيه أن تقهر ضعيفا أن تقهر من هو أقوى من؟ يلا رقم أربعة الإجابة يلا سؤال أربعة لكي تحقق وسائل النقل البري عليها التأكد من؟ يلا لكي تحقق وسائل النقل البري عليها التأكد من؟ إيش؟ لكي تحقق وسائل النقل البري خدماتها عليها التأكد من ملكيتها الإجابة فقرة جيم حلو 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 يا حلو يلا سؤال خمسة اجعل الجري يومية لكي تنعم بالجسم يلا ما هي الإجابة؟ اجعل الجري وإيش يصير؟ اجعل الجري المفروض عادة ولكن كلمة عادة اللحظة موجودة طول ما تنعم بطول وسليقة معناها عادة عرفت يا فارس؟ سليقة عرفت يا إجابة؟ أن سليقة معناها عادة إذن اجعل الجري سليقة يومية لكي تنعم بصحة الجسم واضح؟ يلا رقم ستة الطفل يحتاج سنتين لتعلمه وستين سنة لتعلمه يحتاج سنتين ليتعلم ماذا؟ ليتعلم الكلام ولكن يحتاج ستين سنة لكي يتعلم السكوت إذن تكون الإجابة فقرأ ألف حلو؟ يلا السؤال اللي بعده كلما زاد الإنسان يا سلام عليك على إيزي خليك على طول إيزي كلما زاد الإنسان فهذا دليل على كثرة إيزي يلا كلما زاد إيش يصير؟ يلا يا أولاد يا مبدعين كلما زاد إيش؟ كلما زاد إيش؟ كلما زاد نجاح الإنسان فهذا دليل على كثرة حسادة جميل الإجابة فقرأ بي رائع يلا رقم ثمانية حق من كتب بمسك أن يختم بماذا؟ يختم بعنبر يختم بعنبر تعرف العنبر؟ رائحة طيبة والمسك أيضا رائحة طيبة إذن تكون الإجابة فقرأ مين؟ فقردان حلو يلا السؤال التاسع والعاشر يلا خصص وقتا من اليوم لتعليم نفسك وتثقيف كيف؟ اوه كلما شفتم في مية وخمسة يا سلام عليك يعني انت مذاكر مية وخمسة جميل يلا تجاوب ما دام شفتم الآن في مية وخمسة يلا تجاوب جاوب ما هي الإجابة الحين خصص وقتا لماذا؟ لأنه يجي لكم من كده مكررة المسائل خصص وقتا من برنامجك اليومي لتعليم نفسك وتثقيف داتك يلا رقم عشرة كن مع من تحب لدرجة بخطائك ما هي الإجابة؟ كن ايش؟ يلا يا جواد يلا يا حسين نجيدي زينب أشرف زينب نور علي ميرزة فارس فاطمة توثر هداية يوسف يلا حبايبي يلا ما هي الإجابة؟ الإجابة تكون فقر مين؟ فقر جيم أحسنتم صريحا مع من تحب لدرجة الاعتراف رائع يلا السؤال إلا بعد يلا أن هذا إكمال الجمل واضح؟ الروح إلى الخطأ السياقي ما هو الخطأ السياقي؟ الخطأ السياقي يعني يعطيني أربع كلمات وحدة من الكلمات من الكلمات لا تتفق مع المعنى العام وحدة من الكلمة لا تتفق يعني مو راب يعني بالكلام السعودي باللهجة السعودية يعني هذه الكلمة غير راكبة مي راكبة مع الجملة عرفتوا إش معنى مو راكبة؟ يعني مو نفس الإسلوب مو نفس الكلمة هناك كلمة أيضا غير مناسبة نقول عنها غير مناسبة نريد أن نكتشف هذه الكلمة يلا أين هو المكتشف؟ إخوان الخير كشجرة النار يحرق بعضها بعضا يلا يا مكتشف اكتشف الكلمة التي لا تركب مع المعنى العام واشي صير؟ إخوان مين؟ أيوة يصير الإجابة هنا المفروض مو أخوان الخير يصير إخوان الشار إذن كلمة التي غير مناسبة الخير كلمة هذه غير مناسبة ما تركب مع الجملة ما تركب مع الجملة هنا إذن الكلمة الخاطئة هي مين؟ هي الخير إذن المفروض يصير الشار يلا مثال اثنين صديقك الحقيقي من ينشر عيوبك لتتفادها ما هي الإجابة؟ ما هي الإجابة؟ هنا صديق الحقيقي الحقيقي مو ينشر عيوبي هو الذي يوجهني يرشدني علشان اتفادها مو ينشر العيوب إذن تكون الإجابة فقرة مين؟ فقرة جيم أحسنتم يلا الآن نجرب معاكم الحين يلا الآن عليكم من عشرة نشوف كم واحد يجيب عشرة من عشرة ينبغي تجاهل سلوك العدوان والعناد في الحالات الشديدة وعدم الدخول في جدال مع الطفل ما هي الكلمة الغير مناسبة في رقم واحد؟ ما هي الكلمة الغير مناسبة في رقم واحد؟ هنا ينبغي إيش؟ ينبغي إيش؟ ينبغي تجاهل سلوك العدوان والعناد في الحالات مين؟ السهلة أتجاهل أتجاهل في العناد في الحالات السهلة يعني الإجابة فقرة مين؟ فقرة جيم يلا إن أغلب حالات الفشل تحدث عندما تكاد تصل إلى الفشل ثم تستسلم هنا ما هي الإجابة؟ هنا الإجابة فقرة مين؟ فقرة بي يلا يا حسن بندي قل إيزي ولا تجاوب ما في فائدة الإجابة فقرة بي ممتازة يا زينب نور سهراء الفرج ممتاز يا جود الإجابة تكون فقرة بي رائع رقم ثلاثة الآن أحسن الفضائل الصم به تتحدث للآخرين فتعرف عيوبهم وتخفى عيوبه يلا يا حسن فندم باشي في إجابة تقولي بسيط إيزي الإجابة إيش؟ تتحدث صحيح كيف يقول لنا أحسن الصام وبعدين يقولي تتحدث يعني الكلمة الغير مناسبة هي الكلمة تتحدث المفروض تستمع يلا السؤال إلا بعده سؤال أربعة من ينتصر على غيره فهو قوي ومن ينتصر على نفسه فهو ضعيف اللي قبلها نشرحها ما يخالف نخلصها ونشرحها يلا كم يلا هو إيش الجواب الإجابة إيش يصير هنا الإجابة هي مين كلمة مين ضعيف صح المفترض فهو إيش اللي يغلب نفسه اللي ينتصر على نفسه فهو إيش قوي يلا لا يوجد رجل فاشل ولكن يوجد رجل بدأ بالقمة وبقي فيه وإيش يصير الإجابة الإجابة رجل بدأ بالقاع المفروض بالأسفل يعني الإجابة فقر مين فقر جيم يعني تكون القاع يلا رقم ستة لا تقل عن الناس ما تستحي قوله في علمهم ما هي الإجابة نعم يا جود فرج رافع إيش نعم ماذا تريدين ما هي الإجابة يا أولاد يا بنات لا تقل عن الناس ما تستحي قوله في علمهم الإجابة تكون نعم علمهم إذن تكون المفروض غيابهم جميل يلا نشوف السؤال اللي قبله أي سؤال اللي تبغيه يا مين زهراء ما أدري مين اللي قالت تبغى هذا السؤال شرح مين سؤال كم سؤال ثلاثة سؤال ثلاثة الشريحة اللي قبلها هنا أحسن الفضاء إلى الصمت به تتحدث هنا كلمة تتحدث يعني معناها هنا تستمع أوه درقوا لقم اثنين هنا إن أغلب حالات الفشل تحدث عندما تكاد وتصل إلى الفشل إذا وصلت إلى الفشل ووصلت إلى حالة الاستسلام إذا وصلت إلى حالة الاستسلام هنا يكون أغلب حالات الفشل في النهاية ولكن هنا المفروض تصل إلى ماذا؟ إلى النجاح أحيانا من الفشل ينجح الإنسان لا بعدين هو يستسلم إذا كانت استسلم إذا كان تصل إلى إن أغلب حالات النجاح متى تصير على شموك العبارة غامضة إن أغلب حالات النجاح يكون متى؟ إذا وصلت إلى حالة الاستسلام بعدين تنطلق من هذا الاستسلام وتحقق الهدف هذه العبارة موجودة زين؟ العبارة موجودة في إحدى الكتب كتبناها يلا السؤال إلا بعده سؤال سبعة أنت موت جوعاً وأنت حر خير لك من أن تعيش عبداً وأنت سعيد ما هي الإجابة؟ ما هي الإجابة؟ هنا أن تموت أن تعيش عبداً وأنت سمين الإجابة فقرة دال سعيد غلط يلا رقم ثمانية عظمة عقلك تخلق لك الحسان وعظمة قلبك تخلق لك الأعداء ما هي الإجابة؟ الإجابة تكون فقرة مين؟ الإجابة فقرة دال تخلق لك الأصدقاء رقم تسعة دول جنوب شرق آسية دول سياحية يذهب عنها السياح يذهب عنها السياح ما هي الإجابة؟ المفروض يذهب إليها وليس عنها الإجابة فقرة دال رقم عشرة لا يصح تأييد وجهة نظر ضد الأخرى إلا قبل أن تسمع للطرفين وش يصير؟ إلا بعد الإجابة فقرة مين؟ فقرة كين وابحت الآن فكرة فكرة الخطأ السياقي يعني هناك كلمة اسلوبة غير صحيح وتكون خاطئة جميل يلا الآن ناخد الآن الارتباط والاختلاف فضل ما هو سؤالك؟ ما هو سؤالك يا فاطمة قطري؟ اكتب سؤالك يلا الارتباط والاختلاف ما هو؟ إن هناك أربع كلمات فهمت الآن؟ ممتاز ممتاز يا فارس هناك كلمات يعطوكم خمس فرص خمس فرص عدنا خمس فرص منوعة ما بين محوسب وورقي خمس فرص بس لكن أنت من البداية حقق الهدف من البداية صوبي جيب قول على طول من البداية جيب ثمانة وتسعين علشان ترتاحي ثلاث ورقي واثنين محوسب ممكن أو ثلاث ورقي وثلاثة محوسب منوعة يلا الارتباط والاختلاف ما معنى الارتباط والاختلاف؟ هناك كلمة لها علاقة بالارتباط أو مختلفة عنه كوخ منزل بيت سور ما هي الكلمة المختلفة؟ يلا ما هي الكلمة المختلفة؟ الكلمة المختلفة هي سور ملعقة كأس شوكة سكين ما هي الكلمة المختلفة يلا يا أولاد يا بنات سعدوا الأستاذ يا أولاد يا بنات ما هي الكلمة المختلفة هنا الكلمة المختلفة هي مين هي فقرباء كأس صحية لأن كأس مختلف عن بقية الوظيفة في الوظائف يلا إذن يلا ناخد الآن خمس ما هي الكلمة المختلفة بين هذه الكلمات الأربع رقم رمق قلم قمر ما هي الكلمة المختلفة هنا الإجابة تكون الكلمة المختلفة هي قلم لا يوجد فيها حرف اللام تكون قلم يلا معاد أسامة طلحة حمزة ما هي الكلمة المختلفة يلا يا أولاد يا بنات الكلمة هي معاد جميل يلا تفاح لأنه هذا لأنه فيهم تا مربوطة وهنا ما فيه تا مربوطة تفاح كوسة كمثرة برتقال ما هي الكلمة المختلفة يلا يا أولاد يا بنات الإجابة كوسة لأنه من الخضار القرآن التوراة الإنجيل البروج ما هي الكلمة المختلفة البروج لأنها سورة من سور القرآن وأما القرآن والتوراة والإنجيل كتب إيش سماوية كتب إيش سماوية يلا اللي بعدها موز برتقال تفاح خوخ ما هي الكلمة المختلفة هنا موز لأنه البرتقال والتفاح والخوخ على شكل دائرة إذن عرفنا الكلمة المختلفة يلا اللي بعدها يلا آخر المسائل السقر النسر الشاهين البازي ما هي الكلمة المختلفة هنا لا البازي نفس الشاهين ولكن يختلف عنهم مين النسر النسر يعتبر طير جارح مختلف عنهم ساعة ودقيقة وثانية واسبوع ما هي الكلمة المختلفة يلا يا أولاد يا بنات سريع الكلمة المختلفة هي اسبوع رئة وقلب ومعدة وأذن ما هي الكلمة المختلفة أذن صحيح أطلس معجم تلسكوب خريطة ما هي الكلمة المختلفة أطلس معجم تلسكوب خريطة نعم تلسكوب صح لأن الباقي كلهم يكتبوا عليه نكتب ومراجع ورقية جاري مشي هر ولا حبو ما هي الكلمة المختلفة الكلمة المختلفة هي حبو إذن نستطيع أن نوجد الكلمة المختلفة من خلال أربع كلمات يعطينوا إياها وأروح أجاوب على هذه الأربع الكلمات طبعا بعدين في استيعاب المقرو الآن انتهى الوقت استيعاب المقرو طبعا برسل إليكم علشان تراجعوها هذه الجرائم الإلكترونية والجريمة الولهاب إن شاء الله وطبعا في هذه الحقيبة أيضا مسائل كمية حلوة علشان تستفيدوا منها لأن هذه الأسئلة موجودة من اختبار القدراء برسل إليكم أيضا برسل إليكم هذه الحقيبة علشان تستفيدوا وبرسل إليكم الواجب سعيد جدا معكم هذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات الأستاذ أيضا ليلة السلطان وتحيات الأستاذ زكي الشعلة تحياتي أمان الله